التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بما حققته شركة أباتشي الأمريكية للبترول والغاز الطبيعي من نجاحات في مصر على مدار العقود الثلاثة الماضية وخلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي للشركة بحضور وزير البترول والثروة المعدنية ثمن الرئيس السيسي خطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر مؤكدا حرص الدولة على تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة ارتباطا باحتياجات البلاد المتزايدة في هذا الصدد يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم جلسات لبناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية هذا وقد توجه الحوار الوطني بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين وثمن الحوار الوطني حرص الرئيس السيسي على معالجة إشكالية الحبس الاحتياطي وإحالة الملف للقائمين على الحوار الوطني كما وجهت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بملف المحبوسين وحرصه على مستقبل الشباب وتأكيده الدائم على أهمية الحوار وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مناطق متفرقة في قطاع غزة شملت خان يونس ومخايم جباليا ودير البلح ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع حصيلة قصف الاحتلال المكثف على المناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 77 شهيدا فيما لا يزال أكثر من 30 آخرين تحت الأنقاض وأصيب نحو 200 آخرين وتزامن العدوان الإسرائيلي الواسع على شرق خان يونس مع نزوح قصري لعشرات الآلاف من الفلسطينيين بسط أوضاع إنسانية وطبية كارثية بفعل غارات الاحتلال المكثفة والعنيفة صدقت الهيئة العامة للكنسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنرواء منظمة إرهابية وكان الكنسة قد صدق بقراءة تمهيدية نهاية مايو الماضي على مشروع القانون الذي يلغي الحصانة والانتيازات الممنوحة للوكالة وبعد إقرار القانون في قراءته الأولى لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة في جلسة واحدة لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا وذلك ضمن الهجوم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الوكالة الأممية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة العمل على إنهاء الحرب في غزة خلال الأشهر الأخيرة من ولايته بعد تراجعه عن السعي لولاية ثانية وقال بايدن إنه سيعمل بشكل وثيق للغاية مع الإسرائيليين والفلسطينيين لمحاولة التوصل إلى طريقة لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإعادة كل المحتجزين إلى وطنهم قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن المغر لن تستضيف اجتماع وزراء خارجية الاتحاد وذلك في مؤشر على اتساع الغضب الأوروبي من الانفتاح الذي حدث مؤخرا في العلاقات بين بوتاباست وموسكو فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وقال بوريل إن الاجتماع سيعقد في بروكسل بدلا من بوتاباست في أواخر أغسطس وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء المغاري فيكتور أوربن لموسكو وبيكين دون دعم من الاتحاد الأوروبي ووصف الحكومة المغارية سياسة الاتحاد بأنها مؤيدة للحرب انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل